السلام عليكم ورحمة الله أحبائنا في كل مكان مساء الورد عليكم جميعا نبات الوانكا عين لبزون العناقية وفي منها أنواع كتير اللي هي بفتة موجود عندي الحمد لله في البيت وعندي منه كمية كبيرة قلت أشارك حضراتكم المعلومات عنه كيف نعتني به وكل المعلومات اللي تخصه نبات الوانكا يزرع يا جماعة بداية موعد الزراعة معانا طول فترة الربيع يعني من فبراير لأبريل أفضل موعد لزراعته هذا بالنسبة لموعد الزراعة الاكثار نكسره عن طريق البزور والعقل زي ما حضراتكم شايفين يعني لو عندي دلوقتي نبتة لجتها في أي مكان وعايز أخذ منها ويبقى عندي موجود في المنزل نبات رائع جدا بصراحة وشكله جميل وبيتحمل شايفين العقلة هادي أهي لسه مطلعة معانا من هنا العقلة هادي يعني بتاع 10 سنطي أو ممكن لغاية أخرها هنفضيها نفترض هادي ممكن نخليها زي ما هي ونيجي لغاية المنطقة هادي يكون فيها كذا عين ناخد من الحتة هادي نكسر وعلى طول نحطها في أصيص عايزين سرعة إنبات ممكن نشيل الوردة شوية أو رجو نخلي فقط وردتين صغار أو هذا أنا شايف أنه مناسب جدا لأنه عامل هنا براعم جديدة ممكن ناخد العقلة هادي فقط بنقصها وبدون هرمون بدون أي حاجة في فترة الربيع ونغرسها ونخلي الحتة الكبيرة مغروسة لعيون هادي كلها تكون داخل التربة ونخلي الطرف اللي فوق فقط هو اللي خارج التربة هذا بالنسبة للإكثار ونخليها في مكان مظلل بعيد عن الشمس خالص إضاءة فقط لغاية ما تبدأ تكبر معانا وتبرعم تجزر نطلحها إن شاء الله ومش هتاخد وقت كبير نسبة وتناسب حسب المكان والمناخ عند كل شخص طيب هذا بالنسبة لإكثار العقلة طيب لو جينا يا جماعة شايفين هذا شايفين هذا هذا كده جرن هادي قرون أهي كمية بزور رهيبة وهوري حضراتكو دلوقتي لو وحدة فقط غرسناها في البيت ممكن يبقى عنا ميت شتلة هوري حضراتكو دلوقتي اللي تم معايا قبل كده لإني زرعته في الصيف زرعت وحدة زي هادي وسبح الله دايما اللون الأبيض ما بينجحش معايا جبت وحدة زي هادي في آخر الصيف وزرعتها وكانت بنفس الشكل جاعدت يومين ثلاثة كده ولو تلاحظوا بصوا أهي القرون لما بتفتح أهي هذا جرن بيجع منه البزور يعني لو إحنا عايزين نعمل إكثار بدون أي حاجة هنجيب واحدة نزرحها في البيت وحتى لو ماتت حتى لو ماتت الجرون اللي فيها بتنزل كمية رهيبة من البزور هتلاقوا الأرض اتملت زي ما هوري حضراتكو عندي دلوقتي ونبدأ نشتل منه يبقى بزور أو عقل زي هادي موعد الزراعة خلاص طريقة الاكثار خلاص التربة أي تربة طينية بكموس رمال إن شاء الله أحجار هيطلع فيها المهم تكون جيدة الصرف ونرويه بانتظام يعني التربة أي تربة بس المية تكون بحساب ما بيحبش يعطش ولا نزود على المية كل ما تجف في التربة هنسجي وتكون سهلة التصريف سواء قصيص أو طبعا في الأرض كل 3-4 تيام بس جي سجيا يبقى اتكلمنا كده عن كل حاجة عنه موعد الزراعة الاكثار التربة المناسبة والمناخ المناسب بيحب جماعة الحرارة يعني نزرعه في البداية ممكن في مكان حتى لو ضل يتخلل الشمس بس اعرفوا مستقبلا إن أوراجه وأظهاره الصغيرة اللي حضراتكم شايفينها الجميلة جدا هادي مش هتكبر ويبقى نشط إلا لو كان في مكان مشمس لو المكان مظلل مش هينفع لكن في الاكثار فقط ممكن نعمله مكان مظلل أنا زرعت واحدة زي ما حضراتكم شايفين شبيهة بهدي وماتت لإني زرعت ثلاثة الثلاثة وزعتهم في الحديقة وكان الموعد غير مناسب جدا كان في آخر الصف ودخلين على الخريف نشفو وهوري حضراتكم دلوقتي أهو الموعد كان مش مناسب لكن بصراحة اكتشفت لو تلاحظوا جماعة معايا بصوا ما شاء الله طلع منه كمية خيالية من الأرض من هادي شايفين هادي؟ اهي زرعتها وماتت لأن الموعد ما كانش موعد زرعتها لكن صديق الدهالي فقلت مش مشكلة رمت كمية بزور خيالية على الأرض زي ما حضراتكم شايفين ونجلت منه كتير يعني برضو باخد من هذا وبحط في أماكن تانية في التربة لكن بلاحظ أنه في أصيص أفضل بكتير جدا وبيدينا نموه رائع ففي النهاية لو زرعنا واحدة فقط زي كده هتدينا كمية رهيبة بدون ما نعمل أي إكسار والأرض هتتملي من البزور مع سقيت المية وهتلاقوا طلع نبدأ ناخد منه نفرد ونملى الحديقة في كل مكان وفي منه طبعا كازالونا جماعة وشكله جميل جدا ما نقصناش دلوقت غير حاجة واحدة أني أقول لحضراتكم عن فوائد هذا النبات طبيا له فوائد رهيبة جماعة يعتبر رقم واحد في العالم اللي بيستخرج منه المواد اللي بيستخلصوها عشان يعالجوا بيها اللهم احفظنا جميعا ويبعد عنا كل الأمراض اللوكيميا أو مرض يعني السرطان سرطان الدم عند الأطفال أو اللوكيميا شيء مرتبط بموضوع النخاع الشوكي طبعا عند الإنسان فالنبت رقم واحد في العالم اللي بياخدوا منها هذا المستخلص ويعملوا منه الدواء اللي بيدخل في هذا الموضوع لو إحنا في البيت زرعين وعايزين يعني اللهم احفظنا جميعا ربنا يحفظنا وحد مريض أو تعبان ممكن يعني الموضوع مش ملخص إنه الورج ولا الزهرة ولا البزور لكن أنا شايف إنه مدام محدش يتكلم عنه بناخد شوية ممكن أوراق على طرف كامل زي كده وممكن بننجعوا في المية 4 ل 5 ساعات ويكونوا حوالي 4-5 جرام وبعد كده بناخدهم ونصفيهم وعلى 3 مرات خلال اليوم نشربوا لضغط الدم المرتفع الناس اللي عندها دايما ضغط الدم عالي أو علاج السرطانات زي ما قلنا أو اللوكيميا وربنا يحفظنا جميعا رقم واحد على مستوى العالم في علاج هذه الأمراض فده دليل قاطع على إنه مش فقط نبات زينة يعني من كل النواحي نبات رائع ومفيد وشكله جمالي وبيتقاصر بطريقة رهيبة بتهايلي كده تكلمنا عن كل شيء يخص نبات الوانكة أو عين لبزون العناقية نتمنى يا ربي الفيديو كنا للإعجاب واستفدنا مع بعض بمعلومة اليوم نتمنى الدعم والاشتراك يسعدنا لجدكم معنا في القناة جماعة الخير نشوفكم مستقبلا أخوكم عامي حجاب كان معكم بيمسي عليكم نصيح تتزرعوه سهل جدا في الرعاية وربات رائع وبيملى البيت بعد كده زي ما حضرتكم شايفين كمية الشتلات اللي عندي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته